الساعي قريم العلي لا القصة ليه كبيرة اولا من دلوقتي بقولك ما فيش ولا لاعف الإسماعيل هيخشنا للزمالك العلاقة ليست على أحسن ما يكون ما بين الطرفين منذ الدور الأولاني السنة اللي فاتت العلاقة بين مجلس دارة الناديين مش أحسن ما يكون لدرجة إن مجلس دارة الإسماعيلي اضطر أنه هو يعلن تهنئة للنادي الزمالك بدأ الفوزه بالكونفدرالية ثم اضطر أنه هو يعلن نادي الأهلي فوزه بدور الأبطال أبعته مع الميل ما ننزلوش في الصفحة الاسمية لأن العلاقة الجمهور الإسماعيلي بالأهلي زمان تفاهم بقى دارة علاقة الجمهور الإسماعيلي بالزمالك بقى بنفس المنطق بدليل البنر اللي كان صعب لفحق يعني دارة الزمالك وإدارة الإسماعيلي مش هيتعاونوا مع بعض بالضبط رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين عمر الساعي هو الآن اللاعب الوحيد أو الكارت الوحيد اللي ممكن يدي الإسماعيلي فلوس الإسماعيلي عليه مليون وربعمائة ألف دولار عشان يفوق القيبة عمر الساعي أعتقده عبد الرحمن مجدي ده رقم واحد عبد الرحمن مجدي لأننا كنا موجودين وشوفنا أنه كان فيه تسويق ليبيا ولا ما حصلش بس كان الإسماعيلي خد جزء من الرقم وهم ساعتها المدارب تغير فجاب العيب تاني بس كان مليون دولار يعني ما حصلش التوافق تمام لكن عنا عشان نهاردة أبيع العيب هو دلوقتي رقم واحد اللي ممكن يجيب له فلوس عمر الساعي ثم عبد الرحمن مجدي طيب أنا بتكلم في مليون وربعمائة ألف دولار عشان إيه؟ عشان فقط أرفع القيد هم متراجدين كامل رقم لو قلت لك هتقولي لا أنت بتهزر بس سيدي ده الموجود على الورقة فعلا أو ضمن مجلس الإدارة أو زي ما هم متفقين 2 مليون دولار طيب أنت بتكلم في عمر الساعي ألعاب كويس ألعاب كامل المتاخل لومبي كانت شغال كويس لكن لما يهي رجل يختار الميكالي في النهاية طبعا معه نيني وزيزو تقريبا بلعوه في نفس المنطقة فرجل فضل على نيني وزيزو بإضافات أنه هيرجع له محمود صبر بعد الماتش اللي جاي ده حيبقى انتهى الإقافه طبعا وكوكا ممكن يكون شوفية إن شاء الله فالساة اللي عايز 2 مليون دولار ده طبعا صعب جدا فهل من المنطقة النادي الأهلي يدفع 2 مليون دولار طبعا الأهلي لو عايز عمر الساعي يدفع كاما معا أنت بتكلم في رقم يعادل 100 مليون جنيه آه تمام مستحيل الأهلي يدفع 50 مستحيل أصلا يدفع مليون دولار مش كده مليون دولار هو 50 على كرامك يبقى هنالي زمالك عنده المقدرة خلي بالك الزمالك زمالي سيد أحمد دلوقتي يعني حيتم يعني إعادة إقاف القاتم الجديد طب حتى لو ما كانش تم إعادة القاتم الجديد أنا ممكن بقى الزمالك مستنزف إلا حد إن هو سيد أحمد أنا هسمع كمان رائع هو بس الجزئي بقى اللي انت عتديها ممكن تبقى يالفاصلة إنه ممكن الأهلي يبقى معايا دلوقتي يدفع على طول الإسماعيلي والإزماعيلي ممكن يكون يبقى معايا برضو بس يقول الإسماعيلي هقصط فساعدتها الإسماعيلي يقول لك إيه أنا عايز فوزي لها تشير راح أسدد أنا كمان ديوني فأنا أميالي دي أكتر من فكرة المشاكل بتاعت الإدارات أو الزعم الإدارات أو الزعم للفرق عشان الحاجات دي بتخلص في عادات يعني هيعودوا مع بعض عشان نخلص لها أنا متفق معك بس أنا بقول لك الزمالك حتى لو كان ما فيش إقاف قيد هو الزمالك مستنزف يعني درجة أنه بيحط الأسعار في حدود 15-20 ما أعتقدش أنه يبقى فيه أكتر من كده بس أنا أنا عايز أقطع أستاذ أحمد جلال في حتة الإدارات لأن إدارة الإسماعيلي مجبرة تتعامل مع إدارة الزمالك ليه؟ أنت عندك شكوى أو غرامة وحكم نهائي على حمد النقاز لاعب نادي الإسماعيلي حوالي 150 أو 160 ألف دولار تواصل مع إدارة الزمالك لتأسيد هذه الغرامة لكن طبعاً يعني نادي الزمالك رافض فكرة التأسيد فأنت أريدك أدارة نادي الإسماعيلي هتتتعامل مع إدارة الزمالك هتتعامل في شكل رسمي ما هو الثاني ده برضو في شكل رسمي أنا بأتكلم في البيع والشراء إنما اللعيب خلي بالك أن تقل لحمد النقاز حلت لك مشكلة لايب عندك أيوة ماشي تعال الإسماعيلي قال النقاز إيه؟ قال له إحنا هنتفاض مع زمالك لكن أنا بأتكلم في فكرة التعامل من ناحية العادية أنا ربطالك مثل ووقعة حقيقية التهنيئة تمت إزاي للأهل والإسماعيلي أنا مع حضرتك لكن حتت كمان الاتنين مليون دولار عشان الرقم طبعاً أنا شايفه رقم مبالغ فيه وأنا متفف معاه المصرية الأهل أو الزمالك من سيفوز بخدمات عمر الساعي سيفوز مقابل صفقات تبادلوية هيدل الإسماعيلي لعيبة ويدلو فلوس فالموضوع هيتحل عايز أروح لجزئة لا 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 الكلام ده مش هيحصل هما عايزين في لوقت مليون وربعمية ألف دولار خلينا يعني أنا دلوقتي أنا كان دلوقتي جمهور الإسماعيلي يعني أنا عايز أنت هتحبيع العيب فهتحبيع العيب عشان تحركلي الأشضة من هنا لأدام فبالتالي لما تحركوا يبقى لازم تجيب لي صفقة إنما هتقول لي مثلا أنا جبت خمسين مليون جنيه مهما هتدفع في إيه يهدبك مش هتبتد نص الغرامة اللي عليك هاي